اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس استمع خلال الاجتماعي إلى عرض من الدكتور عمر طلعت حول جهود تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية مدينة مصر الرقمية التي تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية وزيادة عدد العاملين بالقطاع بما في ذلك المستقلون الذين يعملون بشكل حر أو في صناعة التعهيد من خلال إنشاء مصار تعليمي تدريبي معتمد في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات من بينها أشبال مصر الرقمية ومراكز الإبداع الرقمية وتطوير مكاتب البريد المصري ومكاتب الشهر العقاري والمناطق التكنولوجية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية كما لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حصول مصر على أعلى فئة في مؤشر نطق الحكومة الرقمية لعام الفين واثمين وعشرين الصادر عن البنك الدولي بالإضافة إلى تقدم ترتيب هيئة البريد المصري في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي خلال عام الفين واثمين وعشرين لتصبح الثانية عربيا وإفريقيا والسابعة والخمسين على مستوى العالم صعودا من المركز الحادي والتسعين حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمذل أقصى جهد لاستمرار ذلك التقدم وزيادته في جميع المجالات ذات الصلة بقطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أيضا خلال الاجتماع أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موجها بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وما كانت الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلا على المواطنين واختصارا للوقت والمجهود والتكلفة مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تزداد أهميته وقيمته المضافة بالطراض على المستوى العالمي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئي التي ترتكز على عدة محاور أهمها الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء وفي هذا الإطار عرضت الدكتور ياسمين فؤاد تطورات الأعمال الجارية للحد من التلوث الصناعي والبيئي وإدارة مخلفات البناء والهدم طفقا لأفضل الممارسات الدولية وجهود إحداث طفرة في تسهيل إجراءات الموافقات على المشروعات الصناعية والسياحية والتكنولوجية مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية ذات الصلاة كما عرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية العامة للحفاظ على المحميات الطبيعية المتنوعة التي تذخر بها مصر والموقف التنفيذي الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها لتعزيز السياحة البيئية والخضراء لسيما في محميات نبق ورأس محمد ووادي الريان وقبة الحسنة وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة وستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية فضلا عن تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية وزيدة التوعية البيئية المجتمعية كما حرص السيد الرئيس خلال الاجتماع على متابعة ملف تغير المناخ واستكمال الزخم الإيجابي الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالمية للمناخ كب 27 موجها بمواصلة تعزيز التعاون القائم مع الجانب الإماراتي تمهيدا لاستضافة دولة الإمارات الشقيقة للقمة العالمية المقبلة للمناخ نهاية العام الجاري اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر